السلام عليكم في هذا الحديث الشريف يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا فائدة منه ويدعونا إلى إكرام الضيف والإحسان إلى الجار بالمعاملة والقول والآن سنتعرف على معاني مفردات الحديث الكلمة الأولى ليحسن بمعنى ليعامله معاملة حسنة الكلمة الثانية هي ضيفه بمعنى زائره الكلمة الثالثة هي جاره بمعنى الساكن بقربه أي الشخص الذي يسكن بقربك وفي هذا الحديث يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أمور تقرب المؤمنة من خالقه ومن إخواته المؤمنين وهذه الأمور هي أولا معاملة الجار معاملة الجار تعني هنا معاملته معاملة حسنة ولو كان سيء الخلق سواء كان مسلما أو كافرا ومساعدته والوقوف معه في الشدائد ومثال مشهور على ذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لجاره اليهودي الذي كان يلقي له القمامة في الطريق ثانيا ثالثا إكرام الضيف ويكون باستقباله استقبالا حسنا بوجه بشوش والتلفظ بالكلام الحسن وإطعامه الطعام دون تكلف ثالثا كف اللسان وهذا يعني عدم الكلام إلا في الخير الذي يفيد به المسلمة غيره كالأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وهنا نصل إلى خلاصة هذا الحديث والأشياء التي نتعلمها من هذا الحديث أولا الإحسان إلى الجار من صفات المؤمنين اثنان إكرام الضيف من الأخلاق الحميدة التي يدعو إليها الإسلام ثالثا المسلم يحفظ لسانه عن كل ما يؤذي غيره ولا يقول إلا خيرا والآن نصل إلى أسئلة الدرس التي يجب أن يتم حلها كواجب في البيت وحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة بأنفسكم ولقاءنا القادم أو الحصة القادمة إن شاء الله سوف نجيب على هذه الأسئلة معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة